انا قلت ابدأ قلت ابدأ لكم بخبر حلو الحقيقة عشان ايه الناس طبعا مزنوقة وبتاع وهبدأ في الاقتصاد فالناس هجي لها احباط واخبار وحشة والاسعار غلط والدولار بيش عارف بيحصل له ايه والدهب حصل له ايه يا هادي عمدة ابدأ لهم بخبر حلو النهاردة عندنا خبر حلو الحمد لله الحكومة متمثلة في بنك التعمير والاسكان اعلنت انها تطرح وحدات سكنية شؤة اهو حلو اهو هتجيلك شؤة تبع الحكومة بس هي يعني معلش انا ممكن ادايك شؤة وحسان استعجل ما تضيش يستنى علي حتى لما دي المقدمة للناس وراح رازع على طول الشؤة بتبدأ الشؤة بتبدأ بتلاتة مليون جنيه اكنت بس عايز اماهد للناس انت كده جبت لهم جبت لهم مصيب اكنت عايز اماهد بس انت يعني اماهد لهم شوية واق 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 يعني ادي لهم الجرع عشان ما يتفاجئوش يا جماعة الحمد لله احنا عندنا شؤة بتبدأ يعني السعر القليل تلاتة مليون جنيه ليه الشقة كان بقى مانا دخلت عارف التفاصيل تعرفين ان انا مهتم ان انا اشتري شقة وبتاعه فعشان يعني الواحد ما بقاش في عمره كتير فعايز يشوفه يشتغل كم سنة عشان يقدر يجيب شقة تلاتة مليون سعر الوحدة الى مية ستة وخمسين متر مية ستة وخمسين متر تلاتة مليون خمسمية تمانية واربعين الف بس كفاة كفاة يعني مش عايز بقى ايه ده الجدول كله بقى الشقة يا عم حسان الى مية ستة وخمسين متر بتلاتة مليون ونصف قول يا يا أستاذ منصور دولا يعملوا مرتبك في كم سنة ما تكتبش يا منصور ده انت بعت الدلوة البلد عشان الدولارات يا منصور انت بش من الخوان اللي باعوا البلد عشان الدولارات قولي بقى الابد بتاعك احسبها كده تلاتة ونصف مليون تلاتة ونصف مليون جنيه احسب بس بالأمانة كده انا عارف مرتبك على ذكرة احسب كده يا منصور او كلم منصور بس في الاعداد عشان احنا الاتنين يعني نفس العينة بقى انا البلد عشان الدولارات انا مش تكلم عن نفسك كلمتي عن نفسك قبل كده أنا محتاج مثلا ايه كم سنة هنحسب هنودعاء في الحلقة بتاع يوم الجمعة وإحنا بقىنا البلد عشان الدولارات وأنا عارف مرتب منصور فهو منصور بيحسب دلوقتي تلاتة ونصف مليون دولار هيشتري فيهم شقة بعد كم سنة وهو باع البلد عشان الدولارات خين يعني يا منصور وصلت ولا لس آه يعني أمه مثلا ايه ما يزيدوش عن خمسة واربعين سنة عند منصور بس حاله ملحوة يعني سهلة تلاتة مليون ونصف ده عشان تجيب شقة مية ستة وخمسين متر طبعا انت يعني محتاج تشطبها وتفرشها و فهو منصور عنده انت عنده خمسة سنة خمسة وعشرين خمسة وعشرين قدامه خمسة واربعين سنة ان شاء الله يعني يبقى سبعين سنة ويفرشها في تسعة يبقى تسعة وسبعين ان شاء الله تتجوز عندك اتنين وتمئن سنة منصور ألف فبروك يا حبيب اه فعز الشباب اللي هو ايه ده يا جماعة يعني هي مصر فيفروش كثير أوي كده اما لاحنا بابنه يعني انا والناس تتفرج عليها ده دلوقتي كلها يعني مش كلم عن حال تانا ومنصور حالة الناس دي بقى كلها يعني تين الملايين دي هي بتجي منين عصرا يعني الواحد خلاص بلغ من العمر اعطية أنا في اواخر العمر يعني اشوف الملايين دي قبل ما لوحدي يمشي هي الملايين دي بتجي منين يعني قد الملايين دي بتجي يعني عشان تبقى عندك 3 مليون ونص تشتري بيوم شقة بالتأكيد بالتأكيد لازم ما بدأين يكون عندك 10 مليون ما انت هتشتري 3 مليون ونص شقة على ما تفرشها وبتعول تدخل في 5 قدي 5 مليون الشقة 150 متر الشقة 150 متر انت مش تكلم على فيلا ولا عصر منيف ولا الكلام ده لأ شقة 150 متر بتلاقي بخمسة مليون من هي والفرش لازم بقى عندك عربية حاجات طب عشان يبقى عندك 10 مليون في مصر تعمل ايه لازم تبقى نصاب زي الوقت محمود السيسي اللي هو بتاع 19-11 ده ما هو تلعب بتاع اجزاخنات حتى 19-11 قالك ايه قالك اللي ما يبقاش مليونير لما يجيب 30 سنة يبقى فاشل وفي الاخر تلعب حرامي ونصاب فهو مفيش طريق في مصر غيرك تبقى حرامي ونصاب يا عم انا مش بداعي الشرف انا مش بقولك ان انا شريف انا فاشل يا سيدي مش عارف ابقى نصاب طيب افرد واحد زي عارف يبقى نصاب ما واحده ما تجيبش معانه يبقى نصاب يعمل الملايين دي ازاي قولونا على طريقة والله يعني انا عايز اعرف ايه الطريقة اللي جيب بها ملايين اشتني بيها شقة في مصر ما بقاش من الاسرياء ولا حاجة ما بقاش من الاغنياء ابقى شخص عنده شقة في مصر من الشقة دي موسيقى موسيقى